في الفجرة الحوارية الأخيرة دي معانا نجوم في البيت الكبير في بيتهم نجوم المستقبل الحقيقة ولما تتكلم معاهم حتى تحت الهوى من غير الكورة تتطمن على مستقبل الأهلي واللي بنشوف فيهم يمكن بكرة وإنه الأهلي بالفعل أجيال وراء أجيال هات برجوة هاني وأنا بتكلم يعني عادي حبايب يا حمزة ومحمد الحبايب حمزة نعرفه حمزة متقلق من زمان كمعا هاني أعايز أقول إنه هم دول النجوم الحقيقية اللي مفيش عليهم أي نجوم لا صحيح صحيح هسيبينهم من بعض بقى إيه يعني كلام كبير قوي بس هنعرفه يعني طبعا نمس عليهم الأول معنا طبعا آه نجم طبعا الكبير حديث المرمو الشاب المتميز حمزة علاء وطبعا الثاني هو الظهير الأيسر الشاب المتقلق محمد أشرف منوارنا ومشرفين بيكم مشرفين في البيت الكبير حمزة برحب بيك محمد برحب بيك طبعا زي ما قالت سامنت ونجوم المستقبل وكل الناس بجد عندها أمل كبير جدا لما بتشوف مجموعة من مجموعة من ولادي النادي بيطلعوا أنت يمكن الفترة اللي فاتت كان فيه عناصر كتيرة جدا من ولادي النادي اتمرنتوا على الأقل مع الفرير الأول ده بيدينا أمل وبيدي كنتوا كمان أمل إن شاء الله أنه قربته قربته جدا إن شاء الله تمثله النادي الأهلي الكبير ومتعودين كمان أنه يعني أنتوا كمان من الأجيال أو من الناس المنتخبات منتخب أنتوا متواجدين مع كابتن ربيع ياسين في منتخب الشباب وزي ما متعودين وحمزة عارف وأنت محمد أن دايما النادي الأهلي هو الوقود الأساسي لجماعة المنتخبات إذا كانت منتخبات شباب أولمبي أو منتخب الأول برحب بحضراتكم مرة تانية معنا نجمين زي ما قلنا نجوم المستقبل في النادي الأهلي أعايز أبدأ بحمزة علاء ومتكلم بقى عن استعدادات المنتخب خلاص إحنا إن شاء الله في استعدادات خاصة أنتوا بتستعدوا ليها إن شاء الله لسفاركم لتونس طبعا إحنا عندنا دورة شمال لأفراقيا المؤهل للكأس الأمم الأفراقية في موريتانيا كلمني عن استعدادات دي حمزة بتعمله وإيه في الفترة دي؟ طبعا في الأول إحنا يعني أنا شخصيا مبسوط جدا أن أنا معاكو في البرنامج وشرف لي طبعا لأي حد في النادي الأهلي أنه يطلع على البرنامج ده ويطلع معاكو طبعا المنتخب يعني الاستعدادات ما بتقباش هي طبعا بتحفز وبتوقف يعني بتوقف الواحد على رجله بس هي منتقباش سهلة طبعا محتاجها تضحية كبيرة ومحتاجها تركيز وانضباط يعني لفترة كبيرة مش على فترات طبعا يعني التجهيز لتصليات أفريكا دي حاجة يعني حاجة مهمة قوي فترة مهمة قوي في حياتنا إن هي تحطنا على الطريق الصح يعني إن احنا نوصل لنا بحاجة كبيرة في النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله أكيد أكيدا في النادي الأهلي وعلى المستوى الدولي دايما زي ما بنقول دايما أنت متعود وأنت في النادي الأهلي وبرضا محمد متعودين إن دايما المنتخبات الشباب بيبقى فيها جزء كبير جدا من ولاد النادي الأهلي وده أول طريق النجومية أول طريق النجومية طالما أنت موجود في النادي الأهلي وبتأدي بشكل كويس أكيد ده هيكون سكة طبعا لمنتخب مصر هجليك يا محمد قبل من تكلمي على منتخب الشباب عايز أعرف بدايتك يعني أنت بدأت إزاي وبدايتك مع الكرة كانت إزاي لغاية ما انضمت لنشاء النادي الأهلي أنا طبعا بتشرف أن أنا عاد ما حالك عبتني مع أسهم طبعا ده بيته وبفتخر بكي طبعا طبعا أنا كنت لعبت في نادي الشمس ابتدت فيه سنتين سنتين لعبت فيه اثنين دوري وبعد كده عادت منه بدأت كم سنة الحمد كان في السنة 8 سنوات 8 سنة وعادت منه سنتين وبعد كده انضمت لاختبارات النادي الأهلي في مدينة ناصر هنا ده في 2016 وكان أنا بدأتها من الأول خالص من الأول خالص كابتن شرف في الاختبارات هو اللي اخترني وانضمت لنادي الأهلي وبدأت مشوارك مع كابتن شرف كنت حطت في دماغك هدف أن أنت هتبقى لعيب كرة هو أنا في دماغي وكان عندي حلم كبير طبعا أن أنا نضم من نادي الأهلي ولا هو الكرة ديت من صغري وهي حلم كبير بالنسبة لي أن أنت تلعب مش بس تحب تتفرج وتحضر مدفعاته ده حلم كبير بالنسبة لي أن أنا ألعب وحاجات كتير قوي ده مهم والأحلام زي ما بنكلم سهم على المستوى على مستوى الأحلام الواحد يعني عاش الفترة بتاعي قدية وكان دايما أول حاجة وملاحظ كان بيرتب أحلامه شوية يعني أنا كان من أحلام أن أنا ألعب في النادي الأهلي يعني أخش النادي الأهلي الأول قطاع النشئين وبعدين الفريق الأول وبعدين منتخب مصر مدرجين أحلامكو زي حمزة في الفترة اللي جاية وخاصة أن الرتم بقى سريع غير على أيامنا شوية الرتم بقى سريع جدا وطمحات السن بتاعكو بقيت في رأي بقيت متسرعة بزيادة فعمحتاجة ترتيب بتفكر إزاي في المستقبل يا حمزة لا أنا أنا شخصيا ما بخليش الأحداث تسبقني يعني أنا أنا مثلا يعني طريقي أن أنا أعمل يعني أوصل لخطوات معينة في أوقات يعني مش عايز مثلا أن أكون أنا في الخطوة دي وتسبق أه وأحس مثلا أن أنا وصلت الخطوة دي بدري فأنا أبص للخطوة اللي بعدها بدري فلا أنا أخذت خطوة بخطوة وأنا لسه يعني لسه عندي تسعة تشر سنة فأنا الموضوع أن أنا أبا شايل هم أنا هعمل دي مثلا كمان خمسة سنين دي أنا سعيبها تماما على ربنا ثم على النادي أنا طموحاتي كلها أن أنا إن شاء الله يعني أنا فترة الكورونا دي ساعدت لعيبة صغيرة كتير جدا في النوادي كتير جدا هي كل تلات يام وورا فدي فرصة للمداربين في أي نادي إن هو يشوف اللعبات صغيرة اللي عنده وانت كنت ضف دائم على تدريبات الفريق الأول كمان يا حمسة آه فده يعني ده يمكن قربني شوية أن أنا بعد فترة الكورونا أن أنا يعني دخلت ماتشاط مع النادي وكان أول ماتش أخشه كان ماتش المكسة اللي حصلنا في الدوري حلو أول ماتش بالطول أول ماتش يعني مش الماتش حتى يعني وإحنا في المعسكر على طول خدنا الدوري خدنا الدور دي طبعا أنا بقى في محاطي أن أنا في الفترة اللي هي كل ثلاثة يام وورادي أن أنا لو خدت فرصة إن شاء الله أن أنا أمسك فيها وأن أنا يعني أثبت للنادي والنفسي والجمهور النادي أن هم يتطمنوا يعني إن شاء الله في حرس مرما إن شاء الله يبقى على قد المسؤولية يعني بإذن الله بإذن الله أنتوا لسا بتدرسوا لسا بتدرس محمد أنا خلصت خلصت كلية وخلصت تلتة سنوية سوريا وبقدم يعني في كلية تربرة دي أو كده مش هالله آه عشان يعني استكمالا استكمالا للشغلان اللي أنت فيها ما خلاص ده بقى عملك خلاص وأنت يا حمزة أنا أنا خلصت مدرسة وبعدين روحت بي وي نعم فأول بس طبعا الموعيد الجامعة مع موعيد النادي وكده الدنيا ما تزبطرش قوي تتضارب آه فروحت بقى لسا من الأسبوع اللي فات غيرت الجامعة رحت فيوتر هدرس بيزنس فأه يعني خير إن شاء الله مش عايز لا لا طبعا الدراسة برضو شكل هادي ومش متسرع لا أعايز أقول لهم لا أعايز أقول لهم من الدراسة كمان مش عاوي مش عاوي مش عاوي حمزة لا لا أعرفيش حاجة لا كل ما أتكلم كل ما يقوليه ده أنت متعرفيش حاجة يا سيه ده أنت متعرف إحنا عايزين نعرف ده خالص للفكرة دي الحب ده خالص لدي قدامك كمان اه بزا لا حمزة مهم زي ما بقول لكم بيتبقى حتى بيتبقى إضافة يعني تكمل التعليم قابل بيبقى الموضوع الساعة بيبقى صعب جدا تتوفق ما بين داية ودية صعب جدا لكن مهم كمان أنت تكمل الجزء التعليم خليني أروح معاكم تاني لمنتخب الشباب منتخب الشباب يمسلكوا إيه أنتوا كاثنين موجودين على أعتاب تصفيات مهمة جدا تصفيات صعبة في تونس معانا المغرب تاعتقد الجزائر ومصر وليبيا وتونس تصفيات في تونس وتصفيات في تونس حتى كان فيه أخبار أنها هتتأجل شوية وهتبقى في مصر لكن يتأكد أن خلاص رسم خلاص خمستاشر ده رسم يعني طبعا ده أي حد يعني يتمنى أنه هو يلبس تشيرت المنطقة من مصر وطبعا المنطقة من مصر ده حاجة كبيرة بالنسبة لنا ده حلم كبير لنا يعني طبعا إحنا بنستعد التصفيات دي بكوا جدا وده من شهر من شهر تمانية من خمسة تمانية أنا مبتدي مع كبتر ربيع من خمسة تمانية خمسة تمانية خمسة تمانية خمسة تمانية يعني إحنا بنستعد بها كوا جدا يعني إن شاء الله نقدر نعمل حاجة ونفرح يعني جمهور مصر وكده ونفرح كبتر ربيع إن شاء الله بالسعود ده عبرهم وإفريقيا إن شاء الله أكيد فيه فرق بين التدريبات اللي بتتعامل بشكل يوم يا حمزة ومعسكرات بقى منتخبات الشباب دي بقى بيبقى ليها وضع خاص بقى أه طبعا يحكيلي الفرق بين التدريبين لا يعني الواحد لما بيبقى في تمارينه في النادي وتمارينه اللي هي اليومية في النادي أموما بيقى خلاص ده بيبدأ بيبقى لايف ستايل يعني أنت كل يوم عندك تمارين تسحى بتزبط يومك إن فيه تمارين الساعة كذا فبسة هتروح فبقى فيه كذا حاجة ممكن تعمل في اليوم غير التمريد بس معسكرات المنتخب بقى يعني هو أولاً أي حد يعني الشرف لأي حد إن هو يبقى موجود في المنتخب والشرف لأي حد إن هو يبقى موجود في المنتخب يكوده بصراحة يعني كابتن ربيع لأن كابتن ربيع يعني قبل ما يكون مدرب ده أب لينا محتضلنا بتريقة بقى كودوك كبيرة بتاعتنا أه لا هو محتضلنا بصراحة هو عايز عايز يشوفنا في أحسن حت يعني هو مش بيبخل علينا بأي ولا حتى خبرة واحدة انت بتقول لي بيجيبه لكو دكتور نفسي بيجيبه لكو آه المحاضرات النظرية يومياً دكتور نفسي ودكتور دكتور 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 يجيبه لنا المفروض الفترة لا هو موفر لنا كل حاجة الصراحة يعني هو يعني إحنا كان الجلسات ما بنعملهاش في المعسكر بيشوف لنا دكاترة بره علاج التأهيل لو في حد عنده نحن نعمل هنتكلم على كابت الرابيع لأن كابت الرابيع كمان أسطورة أهلوية كبيرة جداً وانا عارف ايه شغفه لما بيشتغل في حتة بيشتغل فيها بضمير جداً ويكفي انك وانت لعيب كمان المدربك بيكون أسطورة كبيرة ده بيديك قناعة وبيديك كمان احترام للشخصية وبيخليك كمان تندمج بسرعة مع أفكاره يعني لا هو لما المدرب يقبقى لعب كرة قبل كده خلاص انت عرفته هو عمل في حياته وفي تاريخه مش اي العيب يعني فاهم ذكره عن كابت الرابيع فاهم الدنيا مش عزاي واخد أفريقيا وما هو مدرب حتى في الجيل اللي كان اللي هو كان مسكنا قبلنا في الجيل اللي هو خد بيه البطولة يعني هو بنقل الخبرات اللي هو خد بيه الجيل اللي خد لا وإحنا أصلاً لما بنتكلم على اللعيبة اللي كان في الجيل ده اللي هي كانت معاه اللي هو مسلاً كابتن كهرباء كابتن جاسر كابتن رامي دول لما بتجي تتكلم معهم بتلا يعني لما بنيجي نقول لهم الحاجات اللي بتحصل معنا ويقولون ده هي هي الحاجات اللي كانت بتحصل معهم دي بتدينا حتة اللي هو احنا ممكن ناخد البطولة زي ما هم خدوا البطولة صحيح دينا احساس كده دفع كده بتحسس ان التعب اللي احنا اللي احنا متعبه ده مش مش راح في اي حتة خلي بالك انت كمان بك شمال ها كابتن ربيع ايوه ايوه انا عارف انا لما بك شمال وكابتن ربيع لو غلطت في حاجة على طول بيشدك لا هو دايما كابتن ربيع الصراحة بيكلم معي على طول ودايما بينقل الخبرات بتاعته الصراحة انا باستفاد منها كتير يعني طيب احنا بعد الفاصل وده اخر فاصل في البيت الكبير بعدين نكمل كلامنا مع النجوم المشرفيننا النهاردة وينضم الينا هاتفيا كابتن ربيع ياسين رجعنا مع حضراك ونجوم للمستقبل في النادي الاهلي ان شاء الله وعلى مستوى منتخب الشباب ومنتخب مصر حمزة حرجعلك انت حمزة وكنا بنتكلم على الشناوي كنا بنتكلم الشناوي ماشاء الله يعني عامل موسم اكتر من رائع وويه عايزت تحكيلي لما طلعت اتدربت كان معاك الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبر تقريبا ممكن اكبر منك ولا في نفس السنة بسنة قل لي برضو رؤيتك وانت طالع وبتتمرن مع الشناوي بعد التقلق الكبير وعملو كلال الفترة اللي فاتت لا هو طبعا يعني في الاول انا انا شرف لان انا بطمرن معه بصراحة بعيدا بقى عن عن هو كحرس مرمى هو كشخصية وكبني ادم حاجة تدرس والله يعني هو راجل في كمية الاحتراف في شغله اهم حاجة عنده ان هو ينزل مرعب وهو جاهز وهو سليم وهو يعني افضل حالاته اه في كل حاجة اه يعني قبل التمنيه ما شاء الله شفت التقوز دي ازاي يعني انت حسيتها ازاي بتقول كده ليه يعني شفت ايه عشان هو اي حد لما بيقى كويس الناس بتبص هو بيعمل ليه عشان يقى كويس صحيح فلما لما الواحد يكون بيتمرن مع احسن حالس هنوه في افريقيا وواحد الناس بتكلم عندي انه هو يروح يلعب في بريمري ليج اروح يلعب في يعني برق في اوروبا فطبعا لا يعني انا يعني امش زاكي لو لو انا في التمرين ما بصتش وهو بيعمل ايه عشان بس في الاول في الاخر ده رقم واحد في النادي اللي انا بلعب فيه ايه فده يعني حاليا ده بيقى مسألة الاعلى في المكان اللي انا فيه ان انا شوف هو وبيعمل قبل التمرين شوف هو بيعمل بعد التمرين وهو في التمرين طريق التركيزه مسلا ممكن قبل التمرين يهزر مع الناس بس طالما نزل المرعب معرفش حد حتى احنا لما نتمرم معاه في التمرين هو بيتكلم يعني بينصح الصغيرين بس هزار ما فيش لحكة ما فيه طالما في التمرين شغال هو في التمرين يعني لا هو هو ماشاء الله في كل حاجة دي عراقب بحرس مرمى والعيب ككابتن فرقة في النادي الاهلي لا هو ماشاء الله يعني عايز ارجع تاني لمحمد الشناوي واكيد ميشيل يونكن كمان بيقولك كلام كبير قوي وعايز اعرف كمان عينه بتبص على حرس مرمى قطاع النشئين ولا لأ منك حمزة بس مع نا كابتن ربيع يا سينا على التليفون اهلا بك كابتن وشرفه اصحى محمد اشرف كابتن ربيع جالب اصحى خد بس يا كابتن ربيع عمل كده خد نفس عميد محمد اشرف اهلا بيك كابتن محمد اشرف اهلا بيك كابتن حمز اهلا بيك كابتن ربيع زي ما دكتور بيعمل لنا نعم زي الدكتور ما بيقول لنا وكده فانا بعمل زيه اصحى محمد ما اشرف نعم اصحى محمد ما يجي معادي النوم انشاء الله كابتن ربيع برحب بحضرتك نورنا كابتن هاني نورنا حبيبي اولا انا عايز اعرف من حضرتك في الاول القضية المثارة حوالين اللاعب رامس حفظ الله وايه اللي حصل يعني الناس عايزة تعرف اكتر ايه اللي حصل في كواليس الموضوع ده كابتن ربيع يعني زي اي موضوع احنا لما حادي بيبعث لنا عاوزي تشاف بنبعث من الاتحاد فاكتراس القلق طبعا انا اي حادي بيتسفل بيقول انا محترف في الخارج انا جبت حوالي 18-19 اشيرين ناعب محترف من بره من خارجين اخضر حياتي فا اي حادي بيقول انا محترف وعاوز اولو اتفضل 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 بس ده دور الفن يعني بيجي طبعا ولازم اشوفه لانه ده منتخب ايه يفضل بقى بلدي عن بلدي حاجة ترجع له اهو احنا احنا فضل الله تعالى ما عندي لاش مشكلة للي علينا عملناه ونصر اخضر بيحركت ازاي ما كنت انا وعندوكم ووعدت وكلمت مع الاخ مظهر وانتفضل بالقليل يجي حاضر ببارح يا كابتن هاني اتمرر معي ثلاث ثلاث ثمارين ثمارين ثمارتين بصداف عشان ما كنش ملغي يعني وماتش العبته فماتش انا عندها كان عندي ماتش ببارح تكريب ومع فدي بطل جد العبته شوه عشان اشوف وديله حق ومظلموش لان انا احب اي حد بشوفه ده عشان معها برضو يبقى عملت العلية وده وانتخب صحيح اتخب بصداف منواجب يا كابتن هاني انا اشوفه وما ملش يكون صبور جدا وابسط حاجة اللي اتشرف بيه يعني دي نتاج يا كابتن ودي اداء ودي مسؤولية ليش اتحب الكبرى ليش اتحبني يا ربنا سبحانه وتحب وبقى اي كلام حضرتك في جزئية ان كمان المدير التنفيذي للنادي الانجليزي اكد انه هو اللعب اختار المنتخب المغربي وحضرتك يمكن كبير جدا لكن يعني خلينا نخرج موضوع ده لان حضرتك اكيد اكيد عارف مصلحة المنتخب بشكل او باخر ونتكلم عن ولادنا الموجودين دلوقتي لان كمان في قصة تانية بالنسبة للولاد بتعوادي دجلة لكن نتكلم الاول على استعدادات حضرتك للمهمة الصعبة جدا جدا خلال الفترة اللي جاية للتصفيات المؤاهلة لامم افريقيا ونتكلم على نجومنا وخاصة ان محمد اشرف كمان بك شمال اه بص يا كابتن طبعا حجم الشغل كتير جدا احنا بنشتغل تكون وانا موجود فمعصر مصهول عن منتخب مصهول عن جيلة كابتن هاني باشتغل انا كل يوم الشغل هم اللي عندك يقولون لك كل يوم الشغل قالوا والله يا كابتن قالوا في الهوى وبقالوا بره الهوى والله بيقولوا كلام كبير جدا والله هو حضرتك يا رصد دي امانة وده بلدي وده وطقي ما يكتحش ما يكونش طبعا عنده ان شاء الله وفي نفس الوقت اخده كل الاسباب اه انا دعيف سابق دولي وفي نفس الوقت امدرب كان عندي تجربتين مع منتخبين قبل كده صحيح فقا اصد شغل المنتخبات معروف خاصة مع الولاد دول الولاد دول خمات طيبة مصر مليانة بالنجوم مصر مليانة بالمواهب صحيح لازم الشغل معهم يا كابتن هاني وانت رجل سابق واساز وبدرب قدير لازم تعرف ان حجم الشغل يبقى كتير معاهم 24 ساعة دور قدام عناية لانهما في الوقت ده العلم مع الخبرات مع العزة المحضرات مع الشغل معاهم هو اللي هيسقلهم يا كابتن هاني فانا بروحهم فانت ده الوقت الشغل وقت الاساس ده الوقت الذي بتأسد فيه اللاعب ساعدك مع المنتخبات فالله اصد يا كابتن انا بشتغل معاهم موضوع اولادي ودي بلدي واخد راح يدك ما كنتش اموت نفسي عشان بلدي وعشان اولاد امانة معاي اشتغل معاهم فده الجيل كويس وجيل مبشر بس لازم يشتغلوا معايا ولازم يساعدوني ولازم يدعبوني كويس قوي بالطاعة لان انا احبت الشغل كتير وفي نفس الوقت عارف من كابتن هاني الكتولة قوية جدا جدا طبعا جدا منتخبات على اعلى مستوى وناخد كل الاسباب والله المستعنوا خير ان شاء الله كابتن ربيع نحن سمعنا برضو يعني يمكن قرار لاستبعادك اتنين لعيبة من فريق ودي دجلة من صفوف منتخب الشباب كلمنا عن الموضوع دوت يعني هل فعلا قرار استبعادك ده تم يعني خلاص يعني خلاص طبعا وبص حضرتك ما فيش حد عندي في هذا المنتخب اكبر من النظام النظام في ايه النظام في التمرين النظام في المواعيد النظام في النوم النظام في المحاضرات النظام النظام اي حد بيخرج عن النظام يا استاذ صعب كتن يبقى معي ليه لاننا احنا بنشغل عشان نوصل لحاجة كويسة كلنا بنشتغل فالقصود والولد سايف حجم الشغل اللي بتعفيه المدير الفني او المدرب اللي معاه او الاداري اللي معاه الولد بيقعد حضرتك في فندو على حساب البلد على حساب النوطن على حساب الدولة ما ينفعش جازم كل ده يبقى نعمة عظيمة يصنها طب معلش كابتن ربيع فيه نقطة فيه نقطة فيه نقطة بس معلش هنا صغيرة هو تقال انه هم استأذنوا فعلا من المدير الاداري والمدير ما بلغش هو حضرتك يا كابتن ربيع هل ده اللي حصل فعلا انه هم استأذنوا علشان يعني يروحوا مشوار ويرجعوا تاني والمدير الاداري هو لما بلغش حضرتك اللي أصده ان التنسيق معايا أنا أنا أعرف انت أبعثه انما ولد يخر وانا نايم علشان بس تهدي التابعين بتاع ستة صفر وما يستنسي مني وأفاجئ ما ينفعش هو طبعا ولد صغير نحتاج ان احنا اه انا عارف انه قرار قرار تربوي في المقام الاول وانا عارف شخصيتك وعارف ضميرك وعارف بتشتغل ازاي فانا عارف بس انا بنوضح الصورة بس كابتن ربيع لكن انا دايما وحضرتك من أيام ما قلت بعل مع حضرتك والالتزام هو يعني هو سنة هو يعني البيز والأساس بتاع أي نجاح التزامك في موعدك التزامك في شغلك التزامك في أكلك في شربك في تدريبك اعتقد ان يعني احنا تعلمنا الكلام ده منك كابتن ربيع وانت بتنقله لأجيال محتاجة خاصة في يعني في في العشر سنين اللي فاتوا محتاجين هذا انه يرجع تاني الالتزام والانتزام بشكل معين لكن طبعا يعني خلينا نخرج من القصة دي شوية كمان لان عايزين نتكلم كمان على المهم نتكلم على ان شاء الله السفر محضر للسفر ازاي القيمة حضرتك هتحطها امتى نتكلم على الأمور اللي ان شاء الله تخص التصفيات اللي ان شاء الله بإذن الله تأهلنا للبطولة اللي حضرتك كمان يعني شرفت مصر بالحصول عليها قبل كده طبعا يا كابتن انا بنعمل اللي عنينا والله المستعد طبعا ان شاء الله ده الاسبوع الاسبوع رقم 13 دي من بكرة مشيئة اللي عندي اه انا حاطت البرنامج الاخير حاطت سبع مباراة بين الدوري الممتاز والممتاز بطبع سبع مباراة كابتن بعمل مع الممتاز بطبع فانا العبت ماتش بارح او مع من اول ماتش بالسابعة مع اخر ماتش عندي ان شاء الله اربعة اتناش مشيئة اللي تعال ان شاء الله فكان اول مباراة بارح بارح مع فريد بكورجيس واخدها حياتك وان شاء الله يوم الاثنين الاسبوع دي عندي ماتش يوم الاثنين مع فريد مستابل وماتش الجمعة مع سويت وانتخب السويس في السويس حياتك فده الاسبوع ده كله ان شاء الله نقدر نعالج تونس والمغرب والجزار وليبيا ده كله نازم يتكلم والذي يتصرقوا عليهم ومعرفهم نحن لعبهم ما لم يشاهدوهم لكن لازم يكبت نشغل الشغل بقى شغل بداية القرب الى المنافسة القوية جدا فان شاء الله نشغل يكبت وربنا يكرمنا ويا رب يكون عن تناكين ان شاء الله جيد كده كبير بنتائج وبأداء وهم يتعبوا الولاد معايا ويستعدون كثير كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى جيب الخير ونكسب ان شاء الله وكيد نظرة حضرتك طبعا كابتن ربيع الثاقبة عايزك تقول لي في خلال عشر سنين مين من النجوم اللي معانا النهاردة يعني او اللي في المنتخب تتنبأ له بمستقبل يعني نفكرهم به ان شاء الله لو كلينا طبعا بص كابتن هاني انا اقول لك النجوم امتى ان شاء الله اقول لحياتك النجوم امتى لما نرجع من تونس يكون لعبنا ببرايات رسمية ويقدر العيد يكون قد مؤدة اقدر اقول لك انما دي كله مش هاتفو ديما ينفعش بعد الرسمي اقدر اقول لحضرتك مين اللي هيبقى نجوم ان شاء الله تعالى وميه انا بقايدك انا بقايدك طبعا كابتن ربيع في النقطة دي لان كابتن ربيع بيتكلم على نقطة احنا مش حاجين مين بدري نقول مين النجوم نحفظه مما كابتن هاني اه لكن في ناس بتاخد معلش التحفيز ده بتاخده بشكل آخر انا فهمك كابتن ربيع كويس او في النقطة دي انك لغاية دلوقتي احنا معاملناش حاجة اعتقد الكلام ده بيقوله كابتن ربيع لغاية دلوقتي معاملناش حاجة اوصلا عزو الحاجة فضل لكابتن كابتن ربيع اصلا عزو الحاجة فضل هو اللعيبة دي اللي عندنا ما اللي قدامك دول لكابتن هاني اشرف وحامسة لعب ودور الممتاز وعندنا حوالي 35 نعيب لعب دور الممتاز بس لدي جنس لدور الممتاز ونروح بفضل الله تعالى وإحنا لسه لعيبة انا مش عاوز يا كابتن هاني تعرف قصد اللعب طبعا وقصد انه ممكن وقد بقى لكي انت حاجات يجير جزت انما ده مبشر مبشر ان شاء الله كل انتظر بس فهمش يا كابتن هاني ان شاء الله لنفسك في الرسم المشيئة اللعب مزبوط شاء الله ربنا يكونوا عند حصن ظن حضرتك وعند حصن ظن بلده في الاول في الاشي شكرك يا كابتن شرفتنا شكرا 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 شوف حضرتك بكرا عندكم بكرا بكرا الصبح تدري بكرا نصلي الجمعة مع بعض ان شاء الله ونمعصر عايزين شايفين الحماسة والشدة الحلوة بتاعت الكابت الربيع دي انت لازم كمان بتوصل لكم ان انتوا عندكم مهمة صعبة وفي نفس الوقت عندكم شرف كبير ان شاء الله انتمثلوا مصر في ان شاء الله البطولة الافريقية وتروحوا كاس عالم لان انتوا كمان جاي دوركو بعد كده الاولمبياد والفريق الاول ان شاء الله احنا لما بنشوف القائد بتاعنا كلنا بمهتمة للدراجات دي ويعني ما شاء الله بمركز كل حاجة دايما بيحمسنك على طول يعني دايما بيكلم معنا كتير بيحفزنا كويس للبطولة يعني كلمني كده عن المحاضرة النفسية اللي اللي بتتعامل اللي بتاعتوها بشكل يومي برضو محمد هو مش يوم هو بناخدها مرتين مرتين في الأسبوع اه مرتين في الأسبوع مرتين في الأسبوع بتبقى طبعا يعني داي غير المحاضرة بتاعت الكابتن بفي محاضرات فرلي اه في بقى محاضرات للفرقة كلها بيبقى في محاضرات للخط الدفاعي للخط الهجومي في محاضرات لحراس المرمى مع كابتن محمد رزيقة من داع rue مرمى المنتخب هو مقسم الخط الدفاع مع كابتن عب ستار و مع كابتن طبعا مش عايزين ننسى كابتن هشام. كابتن هشام طبعا. كابتن هشام ده يعني ده انا شخصيا يعني بموت فيه بصراحة. كابتن هشام المدرب وكابتن هشام المدلك. اه. لا طبعا. ليه قلت كده? عشان فيه كابتن هشام ده. لا 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 ده قلت بموت فيه. ده علاقته مع اللعيبة. حاجة تانية ده بصراحة. يعني ممكن مسلا لو طبعا اي مدير فني ساعد بيبعاز يشد اللعيبة بتاعته فممكن مسلا يشد عليها شوية. يا مسلا يشد علي واحد شوية مش عارضي. بس على طول اللي بيدخلنا تاني في الموت بتاع المعسكر. كابتن هشام. كابتن هشام. في ثانية. هو قريب مننا جدا. الواحد يبصله بس في المحاولة. مثلا يبصله كابتن مسلا زعلان منه او حاجة يبصله بس بيستغلق. يعرف يحتويكو يعني بس. اه. وده مهم ان الد دورة عند الكاتر ربية دور كبير جدا وهو بيحاول يعمل يعني بيعمل دور كبير لكن كمان الناس اللي حوالي ده. آآ الاسطاف اللي حوالي ده شيء مهم جدا كمان. آآ طوال. كله بيكمل بعض يا حمزة. آآ يكمل بعض لان زي ما انت وشايفين انت عندوك بطولة كبيرة وعندوكو ان شاء الله مشوار طويل. لكن نرجع للنادي الاهلي رؤيتكو كمان. انتو كالعيبة صغيرة في المشوار النادي الاهلي السنة دي في الدوري. ورؤيتكو كمان ان شاء الله في سبعة وعشرين نوبامر. نبدأ. يلا بمحمد بمحمد بمحمد. هو طبعا قبل قبل الكورونا النادي الاهلي كان مماشي كويس جدا في في الدوري وكان تاني تاني افضل مسيرة في في تاريخ النادي اللي هو بستاشر فوز بتهادي بريكورد طبعا. آآ فداقت انتلاكها كبيرة جدا يعني وقد حاجة كويسة. وبعد بعد الكورونا برضو بعد ما مستر مسلمان برضو كمل وكده كمفة كمل وكده كمفة كمل وكده كمفة كمل وقد حاجة كويسة برضو انهو يعني بعد الكورونا انهو يشيله يشوف الفريق آآ البدني ويوقف الفريق تاني. عجبك شكل الفريق ها؟ بالذات في مطعم بتقول الوداد يعان كان عجبك شكل الفريق. لقو المصطفى المصطفى الأفريكي بقى شوف شوف وداد وقتشوف بقى شخصية شخصية الاهل. يعني هيبة النادي الاهلي بتحس بيها. يعني النادي الاهلي لما بتنادي الاهلي. لو في حيطة قدامه همش نجمش فرق. بس بتاع بقى اللعيبة حصة فيعني هو المسلماني بقى رجع المسلماني لا هو بصراحة يعني عمل كده كأنه رمى كورة والكورة دي طلعت فوقهم يا فوق الدنيا يعني حتى بينا احنا يعني انا في يوم واحنا في المعسكر كان يوم اجازة يعني كنا لعبنا مطش واخدنا يوم اجازة فانا روحت النادي عمل جلسة في النادي وعمل في النادي فهو شفتني واحنا في النادي فبي يعني ده ايام بقى متشاط افريقيا يعني هو في النادي ومليون حاجة اه في النادي حاجة كتير اوي واول ما شافني سألني على المنتخب وسألني يعني رجعت هو لسه هلوح تاني وسألني لا سألني يعني عارف عن كل حد يعني مش مركز مثلا مع حداشر اللي بقى دين مش مركز مع الطمانتاشر اللي في المارش اللي في المارش هو مركز مع الناس كلها وعارف كل حد فين وكل حد بيعمل ايه كل حد مركزه ايه يعني يعني دليل على كده برضو ان هو بيطلع نشيئين بصراحة عمر الموضوع ده مخصة جاني احنا ما شاء الله في التنبيين دلوقتي بنعمل تقسيمة اه نشيئين اللعيبة لا بتبقى تقسيمة يعني بتبقى قوية وممكن انا انا بس هقول نقطة معينة لان كنت موجود في النادي الاهلي فترات معينة كنت شغال وكان فيه نوع من انواع الاحباط شوية بالنسبة للعيبة ان احنا هنطلع امتى وان احنا كده كده ما عندناش فرصة الفترة اللي فاتت اعتقد فيه تغيير جزر بداية من مجلس الادارة لغاية الاجهزة الفنية لغاية برضو بصراحة عشان ما نسلمش حد لحد الناس في قطاع النشيئين قطاع النشيئين اه طبعا من مدي للناس كلها يعني اي حد كنحس في النشيئين ان هو مظلوم او ان هو مسلا شايل هم فريل اول شايل هم فلوس شايل هم اي حاجة لأ كنت نخلق بصراحة يعني مساهل الدنيا للناس كلها من مدربين للعيبة لعمال لكل حد هو بصراحة لا وماشي بشكل اكتر من رائع وكمان انتو حسيتو بيبقى الاول يعني حسيتو خلاص ان احنا لسه متمردناش قوي مع اه لكن انت شايف العربي طلع وشايف فخري وشايف شايري وانت يا محمد برضو مسلماني صعادك يعني انت صعب كان ليه يعني بفضل بعض ربنا ان هو صعادك الفريل الاول ويعني احكي لي بقى كانت ايه نصايحه ليك لما اتكلم معاك وانت بتقول لي مركز في كل مع كل لاعب هو دايما في الملعب واحنا في التقسيمة يعني لو شاف اي حاجة غلط دايما بيوقف التقسيمة ويكلم معايا او اي لعيب تاني شايف بيصحح الاخطاء لو فيه خطأ بيصحح الاخطاء بتاعاتنا وكده فهو مهتم بينا يعني مهتم بينا الكبير يعني مش ليانكم بتموت فيه ولا لا زي كابتن يشاهد لازو مقوللو조 امس لانو محبب مالما ام امس لانو مولتش اه خلاص يعني اخلط طلق لا انا بيقوللك ايه هو كان او يعني انا تلاقي ت dignט مع كابتن طري سليمان مم. وتلعت اتمران تبعا كنتم مصطفى كمال. مم. بس آآ بس آآ كوتش ميشيل آآ لا هو يعني اول مرة يعني هو مسلا جيت فرج على المارش اللي فات في المنتخ. في المنتخ. في المنتخة. اه. اه. يوم اجاستو. اه. جالك مخصوص ايه? جالك مخصوص. جالي المارش وانا اساسها مكنش حرعب. يعني انا المارش ده انا مكنش بادئ. مم. الجن اللي كان بادئ اه يعني اضطرت في اول في اول المارش فانا يعني شبحان الله انا مكنش حرعب اصل. وانا لعبته اه. يعني بيتابع يعني هو. بيتابع وبيكلمني. يعني بعد ما مشي. وانا مشيت كلمنا مسلا متع نص ساعة التليفون عن المارش. ايه بتبقى ابرز بقى ملاحظاته في كلمة بيقول لك ايه? شايفك ازاي? هو اهم حاجة بالنسباله للشخصية. بتاعت يعني بتاعت الجن بتاعه. اه. ده بقى هتبقى ده بالنسباله هي اللي هتحدد يا ايما ده جن كبير او ده جن اه مسلا هيتمرن شوية وينزل حيتمرن شوية ويروح اعارة يمشي كده. اه. ايا بالنسبال لهم من تلت دي حاجة مهمة جدا. شايف فيك امال يعني. ان شاء الله يا رب. لا كلنا على فطرة. ربي ما شايف. على فطرة حمزة من الحراس اللي يعني. مميزين. الموهوبين يا كابتن. موهوب. موهوب. صراحة يعني والله مش بجامل فيه. لما بيه فيه تمرين شوتين على الجن بتجيب فيه حاجة? لا هو هو يقول لك بقى هو يحكي لك. ايه حكي لك. يعني فيه انا عارف التدريبات اللي هي. مكنش بس بقى سمع ليش هو طال. مش عالية. طيب بقى قولي طب انت كلمني عن محمد ومحمد. دايما بتخاني معي الصراحة لما. مسامينه ايه بقى بارتش. بارتش? بارتش عبداله. ايه بارتش دي? اهو دايما كابتن لو في يعني كرة جاتلي على التزديد او كده او فيه تمرين للتزديد. ايوة. فهو دايما. احنا ايه بارتش بارتش. بس دي ميزة كويسة انك يعني بتسدد كويس يعني. ايه دا حاجة كويسة يعني. وحمزة طبعا نعلم. الصراحة هو كابتن هو والله مش برك عشان هو قاعد. هو حرس موهوب بمعنى الكلمة. موهوب. الله. هيبقى ان شاء الله يعني. احراسة الاهل. ان شاء الله. في المستابع. ان شاء الله. بازن الله. وانت كمان ده بقى برضو جامد نشوف اجيه. اه. بيطولنا كلمتين يا حمزة. اه. مسألك الاعلى مين? اه. مسألك اعلى مين? طبعا بعد كابتن ربيع طبعا. طبعا. انت قلت بسرعة انا عارف. لا دا. قلت حمزة على بسرعة زي. طمام بعد كابتن ربيع. اه. انا عايزة فالا انا عارف كابتن ربيع بيمثلكو يا محمد تبجد. انا عارف مسأله الاعلى طيب يعني. طبعا كابتن ربيع. لكن مسألك الاعلى. نقول لحلانه دوليا ولا خلينا يعني اختار. طبعا كابتن عنا معلول. بشوفه. بشوفه حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. انت شابه شوية. اه. في الناس منتخب مشامينه وعلوله. اه. في شابه شوية. شكلا. وستيل لعبه. استيل لعبه شوية. هو. اللي اتنين بيحبوا الكرة قوي. يعني بيحبوا كرة بتاعت رجليهم. اه. محمد اشرف تقبل الفرقة كلها ضغط عليه. اه. وانا خلاص هولع في ورقة. شيل. ولا ايه ده بيلم ويعدي ومش عارفة. لا لا. اه. مرة هتقلش منه. مرة هتقلش منه. اه. مرة هتقلش منه. اه. كلنا اه. قالي معلول هو قدوتك. عالميا طيب يا محمد. عالميا روبرتسون تعليف البول. اه اوكي. انا. ده من افضل لعيب على مصطلح العلام فعلا. بشوف الصراحة. مميز. مميز جدا يعني. اه. اه حمسي. انا اه. غير كابتن ربيع برضو. اه. اه. مع المحلية صبعا اه. 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 كابتن اه. كابتن محمد شدنيوي ده في بالنسبة لي ده رقم واحد وملوش رقم اتنين. فعلا. بالنسبة لي انا. في مسلا ان هو كجوم انتخب مصر كجوم مش عارفية هو. اه. رقم واحد بدون يعني رقم اتنين اللي بعده كبير. كبير اوي. وعالميا بقى بحب اتنين اوي الصراحة. بحب الاسن. و بحب. الاسن. البرازي. اه. وبحب. انا بحب عشان انا. مالتش ناير ليه طبعا كنت مستنى ناير. ما عشان كل حد بقى بيقول ناير. ما غير شوية. بس انا بحب عشان عشان بحب الجن اللي بيلعب برجلي. يعني بحب. طب ده مفيش اكتر واحد تشتجن. يعني الاتنين بلعبوا بليهم. بس انا قلبي بيعمل. لانه بيستني اوي. ما بيخافش. يا ربنا يجد ويجد. طيب لازم برضو نتكلم عن كابتن ربيع يسين. لان انا عارف ادوره مهمة برضو مع هيك. عايز اعرف بجد بعيدا بقى عن الهزارون. انا عارف انه هو يعني صارم جدا وحازم. ويعني هو مراقب كمان جاي جدا يعني لكم. بس فعلا بيمثل لكم ايه. يعني انت بعد فترة كده ممكن تقول. انا تعلمت من كابتن ربيع واحد اتنين تلاتة مش اتعلمهم من اي مدرب تاني هيمر علي. وانت متأكد مثلا من ده. طبعا كابتن ربيع يعني هو مش بيبخى عنها باي حاجة. هو طبعا كان كابتن مصر في كاس العالم. هو الخبرات اللي عنده كلها بينقلها لينا. وخصوصا هو كان في المكان بتاع انه هو كان بيدعب باك شمال. فهو انا الخبرات كلها اللي عنده بينقلها لنا الصراحة يعني. انا باستفاد منه كتير. كتير جدا. وانتاهمها يا حمزة. لا انا اكتر حاجة علمتها من كابتن ربيع كمية التركيز والالتزام والانضباط اللي هو بيحطها في اي حاجة هو بيعملها. يعني مسلا وبعدين في المحاضرة او في قد يخش مسلا قد اللبس. اه. مش عاجبه منظر يعني مسلا الجزء من اللعيبة. اه لازم يكون اللعودة مترتبة وشكلها كويس. اول ما يخش ما يبدأش كلام مع اللعيبة غيرنا ما تيبها. كل حاجة متنزع. قبل ما نمشي من الملعب الفرعي مكان ما بنعمل استشفاء. ده مهم طبعا. لا كل حاجة هو بيعود اللعيبة. زي ما دخلنا زي ما خرجنا. بيعود اللعيبة ان كل حاجة ما بيعملوها هم في مشؤولية. بص بص خلي بالكم الحاجات دي مهمة جدا. ويمكن هو كابتن كابتن ربيع من مدرسة كابتن جوهري شوية. نعم. والحاجات انا كنت بشوفها وانا صغير. ياك نعم تبقى كابتن هتخنقنا والمعسكر والخانة. انا كنت بقول كده فعلا. وانا وانا مع كابتن جوهري كان كان تقريبا مدرسة كابتن ربيع ياسين فا. وانت لعيب سدقوني وانتو في الاحساس ده. انتو كلعيبة ممكن جدا يوصل لكم الاحساس ده. لكن هتعرف قيمة اللي بيعملوه كابتن ربيع. بعد ما هتمر مثلا. مش هقول لك. كذا مدرسة. لأ هتمر عليك السنين شوية وتحس. لأ انت بتجنس مرضى. النقطة اللي بتتكلم عليها. يا حمزة نقطة الترتيب ونقطة النظام. دي نقطة مهمة جدا. مش هتستفيد بها انك بتوضب قطتك. بس لا. لكن الحاجات دي بتاخدها معاك الملعب. المنظم والمرتب واللي بيركز برا الملعب. غصبا عنه هيلاقي التركيز والترتيب والنظام. ده هو الملعب. وده الكابتن ربيع بيحاول لنقوله. ممكن يكون طف شوية. ممكن يكون. لكن دوت زي ما بيقولوا كده الاب اللي بيخاف على ابنه. هو دايما بيديله يعني بيدوس عليه شوية. فكل اللي بيعملو كابتن ربيع والمدربين اللي حيمروا عليكو. خدوا منه ده. لان ده هتستفيدوا منه. صدقوني زي ما أنا استفدت من كبات كبار جدا جدا. واللعب اكيد هتستفيدوا منه. ده نصيحة لكو. ان شاء الله يعني. أنا شايف فيكو رغبة ان شاء الله في الوصول المسؤولية روح المسؤولية. ان شاء الله. ان شاء الله. حتى كابتن اللعيبة اللي كان في الجيل اللي خادر البطولة رفعت وصالح وقعربة. هم كانوا بيحكوا يعني. على المحاضرات اللي هو كان كابتن بيقولها لهم كلام كتير اللي كانوا بيقوله لهم. هو يعني. الكلام اللي كانوا بيقوله لهم يعني. فرق معهم بعدين يعني. قال يا ريتني كنت خدت بالكلام دا دلوقتي ومشاهد. يحس بقيمتوا بعض فترك. اه. فهم حسين بالكلام دا دلوقتي. فاحنا احنا دلوقتي بقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. محمد انت قاعد في الشرقية ولا اعرف. انا من الشرقية. ما انا عارفة. دلوقتي مقيم في مقيمة. حاليا انا. حاليا انا قاعد مع معسكر المنطقة مصر. معسكرين هنا في مصر الجدا في فندوق تريام. انا فاهمة. دور اسرتك يعني انت بتروح وبتيجي ولا انت. معسكر مغلق. مغلق. معسكر مغلق. هو لا. هو انا لو. هو انا لو انا في من الشرقية. مركز بيلبيس. قرد الزوال. عارفة. فانا. انا لو في النادي. لو في النادي. ما عنديش معسكر المنتخب. كان فيه صراحة الناشئين. فدلما كنت بقعد فيها. فهم مفردين. واهلك في بيلبيس. واهلي في مركز بيلبيس. فكنت بابدت. ولو بنزل في الاجهزة بتاعتي بس. لكن لو في معسكر. ابن عد هنا بعد. ما لاكش اخواتك محمد بلعبه كورة ولا? ليه يا اخوي احمد. اه يا آخر جميلات. والله وكل سنا. الو ١٤ سنة. ١٠٠ سنة. ١١ ١٩ سنة. ١١١ سنة ١٦ سنة ١٦ سنة. ١١ سنة. ١٦ سنة. هو بيلعب في الانتاج الحربي من الشرور زي بس مش بالعبه اكش ماهん. اهه. بينا هه. بيلعب قدام. هيهب. reliبال. الواحدة صغيرين كان دور مهم جداً دور الأب والأم. الأسرة. يعني شجعوك إزاي أنت دلوقتي أكيد الأم آه أنت غيب عني بقالي فضل. يعني دور الأسرة إيه معاك في أنك تكون موجود في النادي الآلي وكمان منتخب مصر. طبعاً أنا كنت باع في نادي الشمس وأنا صغير. وبابا يعني وكان شايف أن أنا لعبتي في سنتين. وبابا كان شايف أن مفيش اهتمام كويس ومش شايف أن أنا هبقى حاجة في نادي الشمس وكده. فهو اللي خلانا عود من نادي الشمس خلانا عود. ععدت سنتين ما لعب شكورة. كان قراره. كان قراره. سنتين كتير. سنتين كتير عشان أسعد قيمة برضو يعني عشان... ودايمان كان هو اللي بيحفزني وهو اللي خلانا روح اختبارات النادي الاهلي وهو دايماً اللي كان بيبني السقن أنت... أنت كويس وعتقا فاين شايفك في اختبارات النادي الاهلي؟ كابتن محمد شرف. كابتن محمد. كنت ماشي في النادي، وكان الفرقة عندها تمرين جوا، فكابتن شرف في الملعب، أنا كنت رايح مع أصحابي، بس أنا مكنش مع لبسة كابتن، مكنش مع لبسة، فاستأذنت من كابتن شرف أن أنا نزل التمرين، كابتن بعد إذنك مش عارف، شوفني بس و... طيب استنى استنى بس عشان نفهم القصة، أنت قبل الاختبارات خالص؟ ده قبل الاختبارات، طيب يعني أنت قبل من روح الاختبارات، دخلت النادي مع أصحابك، وكابتن شرف كان بألفين واحد كان بيمرني الفرقة، وانت معكش لبس، وأنا مش مع لبس، دخلت الكابتن شرف الطلوة أنا بلعب كويس، فاشوفني بس يا كابتن بعد إذنك بس، يا كابتن بعد إذنك شوفني مش عارف ايه، الصراحة هو تقبل كده ونزلني، وما كملتش كابتant لقتين روح بالزبط في الملعب، يا كابتن أنت ترف случай، كابتن لم أق classroom einsاعمل حاجة tapante واشفنا، يعني هاتِ ده knitting، يا كابتن به 어떡holes، خلاص، أنت معنا، يا كابتن لم أقل لحذاièrement blev 학ياهاك مش مسامم، مصامم… حتى مالتش دقتين في الملعب كابتن ما لمسش بكل اللمسة واحدة، يا كابتن ولمش بعض الج엔��ة، وك Sundt ومنزلني، يا كابتن لم أقل hersهو أنا، خلاص، لقد كبرتني؟ وأنا كابتن مقتش باعة بكش معي. أصلاً متاعب. كنت باعة بانجيش معي. من اللي اكتشفت في البكشين؟ هو كابتن شرف. هو اللي رجعك. هو كابتن شرف دماغه في الكرة بصراحة. يعني حاجة. لا كابتن شرف مدارب. الصراحة كابتن هو. عارفتها الشرف طبعاً. له فضل كبير بعد ربنا. طبعاً يعني أنا خسين عشان ما نساش حد. أنا كابتن إبراهيم رياض. بالنسبة لي ده حاجة كبيرة جداً. كابتن آآ كابتن إكرامي. ده ده طبعاً يعني أنا أول مرة طلعت فريق أول. كان كابتن إكرامي اللي كلمني. قال لي انت بكرة مع الفريق أول. فده طبعاً الراجل لي يعني بقى حاجة بقى مهمة جداً بالنسبة لي. وطبعاً بقى المداربين اللي قبل كده كابتن مصطفى فتحي ده يعني يخلي أي جون أحسن جون في الدنيا. ما شاء الله. وفي بقى الجهاز بتاعنا باللقتي عشان طبعاً ما ننساهوش كابتن ياسر ردوان. وكابتن إينو. وكابتن تامر الدسوقي طبعاً. كابتن تامر الدسوقي يعني هم دار بتاعي باللقتي وهو اللي اختبرني في الفين وثمانية. يعني هو اللي اختبرك واختارك باللقتي بقى مدربة. هو كابتن طارق سلمان. كابتن طارق سلمان وهو كان هم اللي بختبروني. وبعدها برضو جاي محمد كده أنا كنت مفوضة روح تلات يام واربعاً. أنا روحت أول يوم. وبعدين تدعت أمدي. فأنا بس أنه بصراحة ما عادتش أقول لهم شوفوني. كابتن ما كملتش دقتين. يا ابن خلاص. ما خلاص بقيتك. طب أنت ما كملتش دقتين يا محمد خلاص وبقيت في الفرق. هو حساس المرقل وزيد حرب السرعة دي يا كابتن. حلولك أنت في الفرق عايز إيه؟ لا ما كنتش فاهم أنا بقى كنت ريسها صغير شوية. ده كابتن ده من 2016. من 2016. من 2016. كابتن ديسة عملتش حاجة. طب شوفني طيب. يا ابن انت خلاص معنا. والدك طبعاً كان في حتة تانية. والدك كان في حتة تانية. لما عارف ان انت خلاص نضميت بقيت في النشو. يعني بقى أنا بصراحة يعني رسالتين صغيرة ليكوا بصراحة يعني يمسكوا في المكان كويس قوي. انت في أحسن نادي مش في أفريقيا في العالم. اعرفوا قيمة النادي وأنا متأكد انت عارفين قيمة النادي كويس قوي. رتب تموحاتك. وحمزة انت عارفني واتكلمت معك قبل كده. وانت كمان محمد إن شاء الله تموحاتك. كابتن ربيع ياسين إن شاء الله بيأهلك انك تكون لعب على منتخب مصر. يبقى لعب دولي. دي جزئية مهمة جداً. بعد انت بتمثل النادي الأهلي. بتمثل منتخب مصر. اكيد تموحاتك انك تلعب بره وتبقى محترف تمثل مصر حتى في الدوريات الأوروبية. كل ده يا جماعة محتاج مجهود كبير جداً. محتاج حتضحه بحاجات كتيرة جداً. حتضحه باسعاد بصحابكو بوقتكو بخروجاتكو. فكل دوت إن شاء الله يعني تعملوه عشان عايزين نشوف نجوم كبيرة وأنا متفائل بيكو إن شاء الله. وسعيد إن انت كنت مجبودين معنا هنا في البيت الكبير يعني. يعني دي حقيقة وأشكركم عليها يعني. أنا سعيد جداً كابتن طبعاً شرف كبير لها طبعاً أنا أعدل أدام حضراتكو. طبعاً كابتن هاني. حبيب يا محمد ربنا خليه. ربنا خلي كابتن أنا لها الشرف طبعاً أنا أعدل أدام حضرتك. ومعرفت في بيتي إننا دي بأهل طبعا. شكراً لك يا محمد شكراً لك يا حمود. أنا طبعاً أنا سعيد جداً لأن كنت معاكم النهاردة. وإن شاء الله نتباش آخر مرة يعني وبإذن الله. يعني. الجايات كثيرة. إن شاء الله. مشرفونا با. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شرفتونا في البيت الكبير. دي كانت حلقة يوم الخميس. إن شاء الله يوم الحد حلقة جديدة في البيت الكبير من عشرة الواحدة. شكرا